ما حكم من يصلي صلاة الرباعية يقرأ فيها بالفاتحة فقط في الأولى والثانية والثالثة والرابعة وما حكم من يقرأ في الركعة الأولى والثانية الفاتحة وفي الثالثة والرابعة معها السورة هذا صلاته صحيحة الصلاة صحيحة لكن تركه للقراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين هذا فيه نقص لأن القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة أمن تركها كان تاركا لسنة وهذا فيه نقص في الصلاة لكن الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة في حد ذاتها لتكامل أركانها وواجباتها وأما الذي يعكس يقرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين ويقرأ بعد الفاتحة من القرآن في الركعتين الأخيرتين هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة لا يجوز هذا العمل لأنه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم